بشرة سر للجزائريين في المهجر فبعد أن قررت التكفل بمصاريف نقل جثامين إلى أرض الوطن السلطات الجزائرية تقرر توسيع النفقات المتعلقة بنقل جثامين إلى مراحل أخرى بحسب ما جاء في عدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار ينص على التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعاية الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل جثامين وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة والأسيما منها غسل الميت ووضعه في الثابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وحفظه فيها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفي فيها وأشار القرار إلى أن إرادات الصندوق تتمثل في جزء من الإرادات المتأتهية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات وكذا الهبات والوصايا أما القرار الثاني فيحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب صندوق ويحدد العمليات الواجب تمويلها وذلك بناء على الطلب المقدم تبقى للشرط والكيفية التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الذي بدوره يقوم بتشكيل لجنة متابعة وتقييم تكلف بمتابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب وإعداد تقارين سنوية حول متابعة وتقييم الحساب وحذر القرار الذي طال انتظاره من قبل الملايين من الجزاريين في أرض الغربة في الختام من أي محاولات استغلال إرادات حساب الصندوق لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها